معنا من دبي خبيرة التغذية ريزان شويحات صبحك الله بالخير وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم ريزان يعني الجملة المتداولة اللي نسمعها من أبا أنا وأمهاتنا في كل الأحوال يعني لو الواحد تعبان مصدع لو الواحد كسلا لو أي شي فيك يتجي تقول لك الوالدة الله إحنا أيامكم كنا كذا وكذا إحنا أيامكم يعني دائما نسمع هذه الجملة كثير ونشعر بالفرق ما بين الصحة والعافية اللي كانت في الأجيال السابقة وبيننا إحنا مع أنه إحنا الجيل اللي مفروض فيه تطور أكثر وتكنولوجيا أكثر وعلم أكبر إيش الفرق الرزان بين زمان والحين طبعا صباح الخير معها أكيد في فرق كتير كبير حياتنا كتير تغيرت يمكن أول إشي نحنا عم نحكي عنه هو عصر السرعة اللي إحنا عم نمرأ فيه فالمحاصيل عم تنقف قبل أو تنحصت قبل ما تكون وصلت لدرجة النجل كامل كمية زراعة المحاصيل عم بتكون أكتر فهذا أولا نحنا معرف أنه المحاصيل بداية بتاخد أصلا العناصر الغدائية تبعتها من التربة فزي ما بدنا نقول أن التربة معادة تتلحق حتى كمان على كمية الإنتاج هاي الكبيرة فأول شي من ناحية الإنتاج والتقرير نفس الشي اللي شفناها هلأ قدي فعلا عم بصير فيه انخفاض في العناصر الغدائية تبعتنا نتيجة السرعة هلأ هذا أول شي لكن الإشي التاني كمان حياتنا كلها يتها تغيرت يعني إذا نحنا أيام زمان كانت حياتنا هم أسهل وكانت أقل عرضة للأمراض لأنه البيئة حواليهم كانت أفضل الملوثات كانت أقل التعرض للغداء الغير صحي كان أقل فإحنا هلأ من ناحية عم ناخد غداء فيه كمية عناصر غدائية أقل وبنفس الوقت عم ناكل كميات غداء أقل وكمان عم ناكل أنواع أغدية ما عم بتكون مفيدة وفيها عناصر غدائية صحية وبنفس الوقت الجو اللي إحنا عم نتعرض له فيه كمان تلوث كتير كبير فهون صار فيه حالة غدائية مختلفة وصار فيه احتياجات مختلفة لأنه الجو العام اللي إحنا موجودين فيه اختلف لا وكمان يعني رزان على الغداء اللي إنما عم نتناوله على هذا كله كمان بنأكل فاست فود ومأكلات سريعة ومقالي يعني كمان بنخربها أكثر وأكثر طيب رزان نوعية الأزمدة اللي تستخدم في التربة الهرمونات اللي تستخدم في الحيوانات لتزيد الانتاجات دائما نسمع عنها إنه هي غير صحية ومضرة أكثر مما هي مفيدة بس هي موجودة خلاص يعني كيف نتعامل مع مثل هذه الأمور طبعا طبعا هالأول إشي ضروري نفرق إنه نحنا عنا رقابل صحية وعنا وزارة صحة دائما بتكون بترائب بكمية الأسمدة اللي عم تنعطها أو كمية المبيدات الحشرية اللي برضو عم تنحط لكن بنفس الوقت نحنا كمان بنقدر نرجع نتطلع أكتر لنوعية الغداء اللي احنا عم نتناوله ونحاول هون بنقدر نقول إنه ممكن ناخد أغذية عضوية أكتر لحتى نقلل من كمية المبيدات والأسمدة اللي هي عم بتكون موجودة بالغداء لكن احنا بنعرف كمان إنه الأغذية العضوية كمان مكلفة أكتر وعفكرة كمان ما بنقدر نقول إنه الأغذية العضوية قيمتها الغدائية أفضل إنما هي أنظف يعني خالية من المبيدات والأسمدة وأخذت وقتها لنطجة بطريقة صحية وطبيعية بس ما في عناصر غدائية أكتر من الثانية لكن أنا بحاول مثلا الأغذية اللي بعرف إنها أكتر إشي بتتعرض للأسف إنه معظم الدراسات هالي عم بتقول إنه ما عم بيكون في فرق كتير كبير بالعناصر الغدائية يمكن بيكون في فرق بالنكهة بالأغذية العضوية لأنه هي أخذت وقتها نطجت أعطت النكهة نطجت النكهة كمان بينما الأغذية اللي عم تنتج بسرعة مع أسمدة ما أخذت وقتها لحتى تنتج بطريقة صحيحة فيمكن نطجت بالشكل لكن ما نطجت بالنكهة والمحتوى الطعمة أكتر بس كمان حتى الأغذية العضوية كمان ما ها منقول ما منروح لكل أنواع الأغذية نحن نعرف قدي الأغذية العضوية كمان مكلفة لكن بحاول أنا أروح للأغذية العضوية اللي مثلا بستهلكها كتير مثل الخيار واللي بعرف إنه بينحط عليها كمية مبيدات زيادة مثلا أو أسمدة زيادة الطماطم مثلا من الأشياء بينما ما بروح مثلا بأخذ أدوية أغذية عضوية من البصل والتومة لأن دولي أصلا هم يعني ما بيحاجة لمبيدات حشنية كتير بالزبط وبنطبخوا بنفس الوقت كمان طيب أكثر يعني حلو أنك أعطيتنا أمثلة أكثر الأمن الخضروات أو الفواكه اللي مقدر نقول أنه قد تتعرض لتأثيرات خارجية كثير تقلل من قيمتها الغذائية والأفضل البدائل الأفضل ذكرت الخيار والطماطم هلأ ما بنقدر نقول نجزم لا ما نجزم أعطينا اقتراحات يعني هم اللي أكثر إشي مستهلكين يعني مثلا الأشياء اللي مستعملها كتير خاصة اللي هي الخضار الطازة زي مثلا قولنا الخيار البندورة الخاس الفلفل بألوانه هدول الأشياء ممكن أنه نحنا نلجأ نتناولهم لأشياء عضوية طبعا كمان نحن عم نشوف إنه عم بصير فيه كتير إشياء محطوط عليها اسم عضوي زي مثلا ماكرونة عضوية هاي معناته إنه الأمح اللي مستخدم فيها برضو مستخدم عضوي لكن ليس كل عضوي صحي كمان بدنا ننتبه كتير يعني مثلا ممكن يكون فيه كمية سكر إضافية وهاي كمية السكر تكون برضو عضوية فهون نحنا منقول شو الحل؟ الحل إنه نحنا نحاول دايما نوازن بين الأغذية الصحية والطبيعية والأغذية المصنعة زي ما حكيتي مها بالبداية إنه نحنا فوق ما نحنا ما عم ناكل كمان غداء كتير مفيد عم كمان منروح منتناول أغذية غير صحية وجاهزة ومقلية ومضافلها لسه كمان مواد أخرى وما فيها عناصر غدائية لأنا هون بدي أحاول أوازن أحاول أخلي على الأقل تمانين بالمئة من طعامي من الأغذية الصحية الطازة الطبيعية اللي أنا عم بحضرها بالبيت من المواد الرئيسية وما أتناول كتير من الأغذية اللي جاهزة والملونة والمقلية واللي بتخلي احتياجاتي للعناصر الغدائية أكتر فأنا هون بكون أول شيء قللت احتياجي للعناصر الغدائية الإضافية وبنفس الوقت أنا قدرت أتناول كمية أكبر من العناصر الغدائية المفيدة لأيلي يعني مثل ما بيقول المثل نص العامة ولا العامة كله يعني أصلا إحنا ببنأخذ عناصر غدائية كافية مش موجودة أصلا في زماننا هذا كمية العناصر الغدائية مثل ما كانت زمان فإحنا قاعدين كمان نزيدها بالمأكلات السريعة على الأقل نحرص أنه نأخذ أكل متوازن وصحي قد ما نقدر إحنا شكرت لك يا جزيل الشكر يا رزان كانت معنا من دبي خبيرة التغذية رزان شويحات شكرا يا رزان شكرا يا رزان